أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر لباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أعلانا في إلى الأذقان فهم اقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشي لهم فهم لا يؤثرون وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لا تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشير رحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدمت آثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهم فعزدنا بثانتها فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا رب لا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إلا تطيرنا بكم لإلا تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا يا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بغر الله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آملتم بربكم أسمعون قيل دخول الجنة قال ليت قومي علمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جن من السماء وما كنا مازنين يا كانت إلا صيحة واحدة فإذا فهم خامدون يا حصرة على الضعباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه إلا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جلات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من النهيون لأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعدمون وآية لهم الليل نسلق منهم نهار فإذا فإن مجنمون والشمس شط جري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أن نعحمنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صريح لهم ولا غني ينقضون إلا رحمة منه متاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنهم معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رضا قبل الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن تعيوا من لو يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في غلالنا ربين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يرايون إلا صيحة واحدة تأكلهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسنون قالوا يا ويا نام من بعثنا من مرقدنا هذا ما عد الرحمن وصدق المرسلون ما كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مقدرون فاليوم لا تزلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجها في ظلال على الأرائك متكؤون لهم فيها فاكهة وله ما يدهون سلاما قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكون تعقلون هذه جهنة التي كنتم تعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا ينكرون وما علمناه الشعر وما ينغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم لما عملت أيدينا أنها منفرهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأخذون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلها ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يلذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفتها فإذا هو حسن مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكنا الشجر الأفضر نارا فإذا أنت منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم ما فيكون فسبحان الذي بينبي ملكم لت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم